مرحبا بكم في قناة تحفة يوب كبيرة من أمرهم خصوصا وأن تعليمة الوزير جاءت في المرحلة التي كانت تستعد هيئة زدشي لعقد جمعية عامة استثنائية لوضع تعديلات جديدة على النظام الأساسي العام وأبرز تعديل كان ينوي عليه زدشي هو إسقاط العضوية من الجمعية العامة على كل الرؤساء السابقين بمجرد مغادرتهم لمناصبهم فما رأيكم في خرجة الوزير التي أخلطت أوراق زدشي هذا وفي خبر منفصل الإعلامي الجزائري قاد بن عمار على أبواب العودة بعد غياب طويل واختفاء من الصحة الإعلامية لمدة إترى تعليمة من السلطات الجزائرية كانت بسبب تغريدة قام بنشرها عبر صفحته بتويتر حيث كان بن عمار سند فيها الصحف خالد درارني رغم أن درارني متهم بالتخبر مع جهات أجنبية ووصفه الرئيس بونبي الخبارجي ومتهم بمحاولة المساس بوحدة الوطن فما رأيكم في عودة صحف قال بن عمار الذي ينتظر أن يطل في الأيام القادمة عبر قناة شوروق بينما ينتظر عودة شيخ شمس الدين بورو بهو الآخر وهذا بعد توقف برنامج صحوني الذي ظل يقدمه لعشر سنوات كاملة قبل توقفه بسبب مخالفته لفتوى وزارة شؤون دينية حول زكاة الفطر مخالفته لهم اعتبرتها الوزارة إطارة للبلبلة وتشكيك للمواطنين بينما شيخ شمس الدين تمسك بموقفه أما بخصوص عودته يبدو أن شيخ شمس الدين سيعود من قناة أخرى وليس من قناة النهار وحسب ما نشار الجرائد الإلكترونية فإنه سيعود بنسبة كبيرة عبر قناة الشوروق وبنفس البرنامج الذي كان يقدمه لكن بحلة جديدة إلا في حال ما إذا تمكنت قناة النهار من إقناعه في العودة وذلك مستبعد وهذا لكونه رغم السمح له بالظهر عبر التلفاز إلا أنه يرفض العودة لحد الآن لكونه حسب مشورات نشرها عبر صفحته مؤخرا كان عبر فيها عن خيبته الكبيرة من قناة النهار على إتر خلفه مع الوزارة ما اعتبره تخليا عنه في وقت الشدة حسب منشورات صفحته إذا عجبك الفيديو اشترك في قناة تحفة يوب ولا تنسى الإعجاب والتعليق